كل هذا الانخفاض والسقود في العملة مرتب له باستراتيجيات هائلة وأهداف نجهلها جميعا فهذا مجال خطير جدا ولا يمكن توقع شيء فيه هيلو هامسترز بعد كل هذه الأحداث الماضية والتساؤلات حول إمكانية ارتفاع عملة هامستر والطن الشائكة حول فشل مشروع هامستر كومبات خيبة الآمال وتراجع الحماس لهذه العملة والمشروع على حد سواء والكثير من الأحداث السلبية التي أصبحت معظمها توحي إلى نهاية هذا المشروع كالعادة هذه القناة لا ولن تتبع السرب وتركب على نفس الأمواج نعتمد البحث ومقارنة المعطيات واستكشاف النتائج لا اتباع العواطف وإرضاء الكسالة وغير المشاهدين من المشاهدين هناك بالفعل عوامل لانخفاض العملة ومؤشرات لارتفاعها سواء على المدى القريب أو البعيد الفيديو يحتوي على معلومات قيمة ربما لم يكن يعرف بها العديد منكم لو لا هذا الفيديو فإذا لم تكن مشتركا في القناة فقد لا تصل كفيديوهاتي في المرة القادمة وبذلك ستفوت عليك الكثير من الاستفادة وبعض العوامل والمؤشرات التي سأذكرها لكم في هذا الفيديو يستغلها متداولين محترفين ومختصين في هذا المجال في تحلالاتهم للسوق واختيار الوقت المتالي عن طريق استغلال هذه الأحداث للدخول ومضاعفة أرباحهم بشكل خيالي ومن أهم العوامل التي ضربت سوق الميم كوينز أولا نذكر حالة البيتكوين في سوق العملات المشفرة حاليا ومصارها التصاعد ما صنعت ضجة الإعلامية حول ارتفاع العملة وتضخيم توقعات حول أنها ستتجاوز أعلى سعر حققته في السابق من العوامل المؤترة سلبا على العملات الصغيرة بشكل عام وعلى الميم كوينز كهامستار وطون ودوكس وغيرهم بشكل خاص وعلى حد أكبر فمثلا أنت عندك عدد كبير من عملات الميم وشاهدت المصار التصاعد لشموع عملة بيتكوين ألا تقوم بتحويلها لعملة البيتكوين لتسفيد من ذلك الصعود عدا عن كونك مستثمر على قدر المثال هل ستشغل نفسك بالعملات الصغيرة وليدة العهد وأنت ترى المصار التصاعد الذي تحققه البيتكوين في وقت قصر فأغلب المستثمرين المعروفين أصبحوا يروا بعد هذا الصعود أن البيتكوين أصبحت بالفعل قيمة خزينية كالتهب ولهذا لجأ معظمهم للاستثمار فيها عدا عن ذلك هناك الكثير من العوامل قد يخونني التعبير الجيد بالعربية للتفرع في المسألة بشكل أوسع فقد يأخذ منا هذا العامل لوحده فيديو مدته أكثر من ساعة لمناقشته من جميع الجوانب على العموم بداية الهوبوت الذي نشاهده الآن في سعر العملة البيتكوين من المؤشرات الإيجابية لارتفاع جميع عملات الميمبكوين في القريب العاجل وسأضع بعض المصادر في صندوق الوصف لتتمكنوا من الحصول على معلومات أكثر حول جميع العوامل والمؤشرات المذكورة داخل الفيديو ثانيا المخاطر جيو سياسية كالحرب والانتخابات الحكومية في الدول العظمى والعديد من الأحداث في هذا الجانب قد تؤثر على سعر العملات المشفرة فقد أثرت الدربة الأخيرة لدولة إيران على الكيان بشكل سلبي على العملات المشفرة عامة كسابقتها من الحروب كحرب روسيا وأوكرانيا رغم أن عملات الميم كوينز لم تتأثر بشكل كبير أن داكمت لما تأثرت على إثر هذا الحدث الأخير وذلك راجع للشهار عملات الميم في السنتين الأخيرتين وعوامل أخرى كان لها دور في هذا الأثر كما أثرت كذلك حرب غزة والكيان على عملات الميم رغم أن السبب هنا لا يكون في العادة الحرب نفسها ولكن ما ينتج عن هذه الحرب من مشاكل التحويلات البنكية التي تكون فيها توقفات في العديد من الدول والعديد من العوامل التي تدخل في خانة المخاطر جيو سياسية والسمرار الحرب من كونها مؤقتة قد يكون مؤشر من مؤشرات ارتفاع الميم كوينز من عدمه وبمجرد بداية نهاية هذه التوشا سنشاهد ارتفاع كبير في جميع عملات الميم كوينز ملاحظة صغيرة إخواني أخواتي قد يظن البعض أننا نعطى الأمر أكثر من حجمه وأن لا يمكن لهذه المؤشرات أن تكون سببا في سقوط العملة بهذا الشكل سأقول صحيح حينما نتكلم عن البيتكوينز أو الألتكوينز قد أتفق لكن بالنسبة للعملات الصغيرة فسيكون لكل هذه النقاط تير كبير وربما أكبر مما أوضح لك من خلال هذا الفيديو نمر إلى المؤشر الثالث وهو بداية الموسم الثاني وهذا يعتمد على المشاريع التي يقوم بتجهيزها فريق هامستر كومبات للموسم الثاني ويعتمد كذلك هذا المؤشر على المستخدمين فموسم آخر بنفس جودة الموسم الأول لكن بعقلية استثمارية ومختلفة عما شهدنا في الموسم الأول من كانوا ينتظرون الأيردروب للبيع مباشرة دون تفكير مقابل بعض الدولارات القليلة جدا بالإضافة إلى المشاريع والشركات التي يرتب لها فريق هامستر كومبات كما ذكرنا في السابق وصحافة إيجابية وصناع محتوى إيجابيين بنظرة مستقبلية واسعة للمشروع ستكون مؤشرات جد إيجابية لتغيير المصار لحوى صعود هامستر كومبات أما المؤشر الأخير وهو أن يقوم فريق هامستر كومبات بحرق أعلى قدرين من الرموز وشراء البعض منها من المستخدمين وحرقها كذلك لتصحيح المصار وبهذا الشكل أضمن لكم الصعود لعملة هامستر كومبات على المدى البعيد بشكل كبير وتتغير نظرة العالم حول هذا المشروع فأنا جد مؤمن أن فريق هامستر كومبات أقوى مما نعتقد وقادرين فعلا على تحقيق أهدافهم وقد يكون كل هذا الانخفاض والسقود في العملة مرتب له باستراتيجيات هائلة وأهداف نجهلها جميعا فهذا مجال خطير جدا ولا يمكن توقع شيء فيه هنا نصل إلى نهاية الفيديو أردت فقط أن أشارك معكم المؤشرات الأربعة لارتفاع هامستر كومبات وهناك مؤشرات وعوامل أخرى كثيرة ربما أنا على جهل بها أو لست على الكفاءة المثالية لمشاركتكم إياها إذا كنت مهتما بإنجاز جميع مهام معظم البوتات الإحداثيات والتحديثات وحل جميع المشاكل كل ما عليكم فعله إخواني أخواتي سوى الاشتراك في القناة لايك وتعليق جميل يحفزنا على الاستمرار في تقديم المحتوى الأفضل في هذا المجال أي سؤال اكتبوا لي في خانة تعليقات أقوم بالرد على جميع الأسئلة صفحاتي ومجموعة تليجرام في صندوق الوصف نراكم في الفيديو القادم هامستر السلام عليكم خويا أو أختي قمتي بجتياز شرط ديالت عليك في الفيديوهات الأخيرة بنجاح وقمنا في المقابل احنا بإرسال المكفاءة الرمزية كما وعدناكم واللي هي 0.01 طن وهذه غير بداية القادم أفضل إن شاء الله بكثير إن شاء الله فمن بعد ما توصلت بها أو وصلك إتباة الإرسال في مقطع في الخاص قبل من هذا الفيديو هذا فهذا المقطع نورك الطريقة كي تريد تحول السحب اللي وصلك للعملة الطون بسرعة أو في ضغطة زر فقط فتبع معي هذا المراحل هذي باش تقدر تحول هذي القيمة اللي سوف تنالك إلى 0.01 طن في أسرع وقت فكما كتشوفوا هذي الوجهة البيونونس ما عليك إلا غدي تمشي لهذا تداول هذي البلاصة ديالتداول غدي تضغط عليها بهذه الطريقة ومبعد غدي تمشي ديغي كتومو لتحول العملة بهذه الطريقة هذي التي تشوف غدي تبرك على تحول العملة ومبعد غدي تتكل هذي الوجهة هذي فغدي تأكد بإنك هنا هنا E.S.D.T وهنا غدي تمشي غدي تحولها إلا كانت عندك شي عملة أخرى فغدي تحولها الطون بهذه الطريقة هذي غدي تكون هنا E.S.D.T من E.S.D.T إلى طون غدي تكتب ديك القيمة اللي سوف تنالك ليا 0.053 غدي تكتبها هنا أول ما كانت عندك راسي تفهم للأحسن أنك تتير لحد الأقصى بهذه الطريقة هذي وكما كتشوفوه ما تيظهروا لك على شحال غدي تتحول لك غي يعطاوك 0.01 كما وعدناكم في المكافأة فمعليك إلا كتجل هنا وكتبرك على تداول بهذه الطريقة هذي مبعد ما كتبرك على تداول فدي غيك تومو غدي تتحول لك ديك القيمة اللي سوف تنالك ديها 0.053 إلى 0.01 وغدي يمكنك باش تدلي المعاملة ديالك وتربط الحسابات ديالك مع جميع البوتات اللي كتطلب منك الشرطة هذا شكرا بزاف وكان اعتدر منكم على التأخر وهذي كما قلت غير بداية وتجريبية فقط القادم غدي يكون أفضل ومفاجأات كبيرة إن شاء الله فمعليكم إلا تستمروا في دعم ديها القناة شكرا بزاف وكان اعتدر على التأخر نشوفوكم في المكافأة الجاية اشتركوا في القناة